من البداية كانت تقصد من هذه العملية توصيل هذه الرسائل يعني لا أكثر يعني إيران تعرف أنه موازين القوة والأوضاع الحالية لا تسمح بتوسيع نطاق الصراع بحرب شاملة في كل المنطقة لا إيران ترغب في ذلك ولا تركيا ترغب في ذلك ولا الولايات المتحدة وحلفاء الأوروبيون يرغبون في ذلك الوحيد الذي يرغب في ذلك هو نتنياهو نعم وأنا بالمناسبة فقط أريد أن أخذ من هذه النقطة يعني أنتم ذكرتم أن ليس هناك مشروع عربي لا هناك مشروع عربي كيف؟ أنتم تنكرون مشروع صهيوني هذا هو هناك مشروع تهديم الأوطان والبلدان انظر ماذا فعلوا في مصر انظر ماذا فعلوا لكن لا ينسب للعروبة هذا لا لا للأنظمة نحن نتكلم هنا على الأنظمة الأنظمة القائمة لديها مشاريع هي الحفاظ على السلطة والقيام بأي شيء مقابل الحفاظ على السلطة بما فيها التصهي العلني من بين الذين قالوا أنها مسرحية كتاب معروفين بأنهم صهاينة عرب ومعروفين بأنهم يدافعون على أنظمة إجرامية أحياناً ينتقدون الانتخابات في تركيا أو في إيران أو وهم الانتخابات ما عندهم حتى انتخابات في بلديات هؤلاء خرجوا ليقولوا أنها مسرحية طيب قمونا بمش بمسرحية قمونا أنتم بمشهد مشهد واحد مولولوك مرة واحدة إذا كان إسرائيل رفضت من الصفدي ومن الملك الأردني القليل من المشاهد البائسة كيف يمكن أن تقبل أن تمر وتصل طائرات إلى ديمونا مفاعل ديمونا اليوم حديث عنه وإلى نفاتهم وإلى غيرهم ترجمة نانسي قنقر